راب مش مجرد كلمات اغنية على قد ما هو فلسفة شخصية بتعكس اراء وافكار وبعد شوية ابتديت عمل ده مع الناس راندوم غريبة جدا كلم عن ايه بالضبط فيه يعني انتي حابة تعرفي مثلا ازاي كنا بتذكر الشخصية ولا كفريق عمل ولا يعني في كذا فيلم دوكيومنتري كان بيتكلم عن مهنة الصحافة كان مشير الاول الاهتمام بالنسبة لي وازاي الصحفي بيواجه تحديات معينة ليه علاقة بالنساء بيعرض حياته الخطأ لأ ثاني مش هقولك من الاول تاني في كذا فيلم دوكيومنتري كنت بتفرج عليه مؤخرا لعلاقة بازاي الصحفي بيعرض حياته الخطر كل شوية وازاي بيعرف معلومات ممكن تساهم ان هي تنقذ حد او تموت حد حاس ان هي مهنة صعبة جدا فان انا احاول احس بمعايشة كاملة للمهنة دي انا اوقات كتيرة جدا قد بيجي لي بانيك اتاكس يعني بحيس ان قلبها يوقف من كتر المسئولية اللي ممكن يبقى الصحافة بتحطها عليك شايفها واحدة من اخطر المهن يعني في العالم عملت او مالبانك اتاكس جت ازاي وانا بعمل كده او انا ابتديت على مستوى فرندلي اكتر مع ناس انا عارف اني مش به طريقة مية بقولهم انا بذاكر الشخصية فخلوني اجرب عامل معاكم اكاني بعمل لقاء صحفي وبعد شوية ابتديت عامل ده مع الناس راندوم غريبة جدا بتخفى شوية يعني قلبس كاب كده عامل كروس فايفتكروا ان انا صحفية بجد وبعدين اكتشفت بقى اني لما ابتديت ادخل لانا مبتسمة ورطيفة وكده فابتديت اخد لقاءات اكتر بس لو دخلة فرلم قوي بتحس ان الناس تقفل شوية فابتديت احطوا يدا التفاصيل دي في الشخصية ان هي مع فرق التحقيات عادي جدا وشها سيبت معنداش مشكلة ولكن اما بتتعامل مع الناس التانية بتحاول تبقى لقيه يعني تمام كده فكنت بحاولة اوزن ازاي الناس دي تحسب يعني شعور دخلي مختلط دايما طولوقت اه بالعكس كالتجربة في منتهى 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 الجمالي احنا بس في انتي كنت قاعدة مجموعة طاقة يعني انتي قاعدة مجموعة طاقة وطبعا جراندات طاقة جبس اه بتهيق لي مش عارفة احنا انا بعتمد على قوة السيناريو قوة الورق مش مين فيه جراند او لا اه بطولة شبابية او لا اه طول ما القصة قوية والشخصيات فعلا انا واخدى حقها انتي مش محتاجة اكتر من كده هتلاقي نفسك طاقة بتزبط يعني مش بتكلم عبارة فكرة الطاقة متكلم عبارة فكرة مجاح المسال زي الجمهور هيتقافلوا مجموعة شباب مجال دام اخبت مش مش عارفة انتي لو رجعتي لتاريخ السينما هتلاقي اني شرطة فنين الاوكاب مسلا هتلاقي همان في عمسطردام هتلاقي هتلاقي مسلا اي قلبات درامية بتحصل او كل جنراشن ما بيجي بجنراشن عادة بيبقى فيه المسيحة دي بيبقى فيه الدراما اللي هي عايزة النوع ده والناس بتتفعل دايما مع القصة في المقام الاول يعني انا بحس ان الجمهور على المستوى الفني دايما هيختار القصة فوق اي مقام يعني او انا بقلي شوية بتدرب صوت يعني باشتغل على تدربة صوت ويمكن اخوي الصغير هو كمان هو اللي بيساعدني وبيدربني بس انا دايما طول الوقت لما كنت بعض احاول اغني واجيب اي طبقات اقول لا اصلي كده في حاجة كده بتوقف اه موضوع الرب جيب الصدفة تمه تحدي واسفا جدا كتبت حاجة وبعتها المجموع من اصدقائي من غير ما قولهم ان انا اللي كتبتها عجبتهم جدا وشجعوني وبعدين قلت لهم ان انا كتبتها يعني في تشجيع اكتر وبعدين قلت اه واي نط يعني خلينا نجرب نشوف اه نعيم يعني ده ممكن يطلع من نوعي بس انا عارفة ان انا مرتاحة وحاسة في طاقة وانا بعمل كده عشان الرب مش مجرد كلمات اغنية على قد ما هو فلسفة شخصية بتعكس اراء وافكار وبتعكس وجهات نظر ناس تانية وبتعكس شخصيات تانية الرب يقدر يكون على لسانك وعلى لسان الاخرين ويقدر يعبر عن مشاعر مع منطق في نفس الوقت وهو ذكي جدا وانا بحب الحاجات الذكية لما تتحداني بسرعة بصتي ماي فيفرورت تاني쳐 يعني خلاص امنيم اимиكلza انا عارفة ان يعني هي الودة سكول طبعا بحب امنيم جدا بحب الليركس بتاعه ازاي بتعبر عنه على مستوى شخصي وعلى مستوى الفيلد بتاعنا وعلى مستوى الجنوريشن بتاعنا طبعا بحب مجموعة من الناس بحترمهم جدا عندك ويكزو وعندك ماروان موسى وماروان بابلو وعندك زوكشو وعندك عندك كزا حد حتى وحتى ناس بالميدل إيست عموما مختلفين يعني فلا يعني احنا بناخد عالي جدا في الابسين رأيك في الانتقاطات توجهت له في فترة الأحيرة؟ عني انتقاطات واجزا ما توجه لهش انتقاطات لا بالعكس انا يعني مش عارفة ان التقاطات دي توجهت له ليه أصلا لا طبعا انا ضد تماما ان في حد ينقض حد على اللبس المجرد اني فيه اختلاف في الأزواء يعني هو ده ستايل يعني وبعدين احنا ممكن حد يبقى لابس أعظم ستايل في الحياة بس انت من جوا كده مش هو وجز روحه حلوة وطاقته حلوة وموهبته حلوة اي حاجة يلبسها تبقى حلوة نفس المنطقة